ينضم إلينا الناشط والإعلامي أحمد الشبلي أحمد ما الجديد في الرقع من ناحية الاشتباكات والقصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي أخي إبراهيم بالنسبة للقصف أكثر من 20 غارة أمريكية وأكثر من 800 طريفة مدفعية تقلق على مدينة الرقع خلال يومين الماضيين وعشرين غارة جوية على جور شمر من الطيراء الروسي وعلى الغانم العلي من قبل التحالف وعلى بلد معدان من قبل طيراء الاحترار الروسي وتم تدمير مسجد في قرية الغانم العلي وتدمير مدارس يقطنها نازحين في زور شمر أما بالنسبة للشهداء والمجادر مجرى اليوم راح ضحيتها 11 طفل و 6 نساء جراء قصف الطيران الروسي على بلد الزور شمر بريف الرقع الشرطي والحصيلة 27 شهيد خلال يومين 17 شهيد في بلد الزور شمر و8 شهداء في مدينة الرقع وأكثر من 100 جريح بالقرع التي ذكرتها قبل قليل من القصف على مدينة الرقع وريفها الشرطي أما القصف على الفرقة 17-15 غارة جوية وعلى معدان بالريف الرقع الشرقي 5 غارات وعلى زور شمر ومحيط أكثر من 10 غارات جوية وعلى الصبخة والشريدة الغربية والشريدة الشرقية والجبلي والعيل الغانم بأكثر من 20 غارات جوية وعلى مدينة الرقع بأكثر من 30 غارات جوية يوم واحد بالنسبة لأمور الاشتباكات واشتباكات هي داخل مدينة الرقع الآن من القرب من سوق الهال وحيي الصناعة والفرقة 17 شمال الرقع ومن قرب من ثلاث البيعة ومن مفرقة الجزرة والقادسية اشتباكات ولكن تقدم بطيء بالنسبة لقوات سورة الديمقراطية على حساب تنظيم الدولة تنظيم الدولة استرجع بعض النقاط ثم استرجعتها قوات سورة الديمقراطية تشهد مدينة الرقع حال قصف كثيف جدا تصور 800 قذيفة في يومين على مدينة الرقع نحن نحصي بعض الشهداء ولكن لا يصلنا إلى القليل ولا نبث إلا القليل لأن الأوضاع تعيش جدا تخمد الترقع لا يوجد انتمد نعتمد أغلب الأحيان صراحة نحن نعتمد والكل يعتمد حتى القنوات تعتمد على بس قناة على بس وكالة أعماق اللي تابعة للتنظيم نأخذ منها بعض الصور وبعض التوثيقات ولكن يوجد شهداء أكثر في مدينة الرقع ويوجد قصف أكثر في مدينة الرقع يعني اليوم في ريف الرقع الشرقي ريف الرقع الشرقي داعش طفل وأكثر من 20 شهيد يعني أكثر من 30 شهيد تقريبا في ريف الرقع الشرقي فقط يعني معدان وزور شمر والغالم العلي تدمر المساجد وتدمر مدارس في ريف الرقع طبعا المجازر موجودة على طول بس سمحت لانتقال إلى شيء بسيط اليوم مزر في قرية عياش في ريف جرزور الغربي راح ضعيته 15 شهيد خمس من الشهداء هم نازحين من أهالي مدينة حلب وعشر شهداء من آل الفالح استشدوا بقصف الطيران الروسي على قرية عياش داخل غرب مدينة دير الزور طبعا المجازر ولو انتقلت سمحت لي المجازر كثيرة في الرقع والأخصر في دير الزور الميادين والبوكمالهم حميدة ومو حسن وقصف على البوليل دير الزور يباد بشكل تام دير الزور يباد من الطيران الروسي نعم وطيران الحربي وطيران التحالف أما مدينة الرقة تباد بشكل كامل من طيران التحالف ومن القصف المتفعي وراجلات الصواريخ والألغام المتفجرة والقنط يعني المنطقة الشرقية تباد بشكل كامل يوميا أخصى من 50-60 شهيد ومئة جريح وأغلب الجرحة تقطعت أيديهم وتقطعت أرجلهم وهذا الكلام ليس من الكلام موجود على الفيديوهات التي تبث منها الداخل نعم لو انتقلنا إلى الأوضاع الإنسانية أيضا ما الذي يعانيه قاطنوا مخيم عين عيسى تقارير تفيد بأن اعتقالات بحقهم تجري وصد سوء كبير في الأوضاع المعيشية والإنسانية بالنسبة لأمور المخيمات الأمور المخيمات صعبة جدا بأمور النازحين بالنسبة لأمور الاتقالات والتجنيد هذا الشيء ليس خفي ولكن بالنسبة لأمور مخيم عين عيسى أنا داخل المخيم لا أعرف ما يجري ولكن ما يجري أمور داخل مخيم عين عيسى أو المخيمات الثانية صعبة جدا يوجد آلاف آلاف يعني آلاف النساء والأطفال موجودين داخل المخيمات إن كان بعين عيسى أو كان بالمبروكة يوجد أكثر من مخيم لا يوجد عندنا تفاصيل كثيرة عن المخيمات الصراحة نحن كناشطين ولكن يوجد حالات صعبة جدا داخل المخيمات المخيمات الآن إن لم يكن بحاجة لها أو إن كان أهل المخيمات الذين هم داخل المخيمات بشكل عام كل المخيمات أتكلم عن كل المخيمات إن كانت قراءهم حررتوها أو سيطرتم عليها من قبل التنظيم أو من قبل أي جهة تركوهم يذهبوا إلى قراءهم لماذا هم موجودين المخيمات تركوهم يذهبوا إلى قراءهم إن تحرد إن كانوا من الطبق أو إن كانوا من الجميع أو إن كانوا من اليرموك أو من أي جهة كانت مدام قراءهم تحرد لماذا داخل المخيمات ويعانون تركوهم يذهبوا إلى قراءهم ودعوهم يموتون نعم الفكرة باتت واضحة الناشط والإعلامي أحمد أشبلي شكرا جزيلا لك